مرحبا بكم في درس المستوى الرابع لعمليات الضرب دعونا نقوم بالمثال التالي لدينا 235 ضرب سأستخدم لونين مختلفين لنقل ضرب 47 هكذا نبدأ بحل مسألة ضرب من المستوى الرابع مثلما قمنا بحل مسألة ضرب من المستوى الثالث بكل بساطة سنأخذ السبعة ونضربها بـ 235 سبعة ضرب خمسة يساوي 35 سبعة ضرب ثلاثة يساوي 21 زائد ثلاثة التي في اليد يساوي 24 سبعة ضرب اثنان يساوي 14 زائد ثلاثة التي في اليد الناتج 16 هكذا أنجزنا كل ما يتعلق بالسبعة الآن سنتعامل مع الأربعة حسنا هذه الأربعة في منزلة العشرات لذلك نضع الصفر هنا يمكنك استرات هذا على أننا نضرب بـ 235 ليس بأربعة لكن بأربعين ولهذا السبب قمت بوضع الصفر لكن في حال قمت بوضع الصفر فيجب أن تتعامل معها على أنها أربعة لذلك نقول أربعة ضرب خمسة يساوي 20 دعونا ننسى ما قمنا به في السابق أربعة ضرب ثلاثة يساوي 12 زائد 2 التي في اليد يساوي 14 أربعة ضرب اثنان يساوي ثمانية زائد واحد التي في اليد يساوي 9 الآن نقوم بعملية الجمع لدينا خمسة زائد صفر خمسة أربعة زائد صفر أربعة ستة زائد أربعة يساوي عشرة ونحمل الواحد واحد زائد واحد زائد تسعة يساوي أحد عشر إذن يكون الناتج أحد عشر ألفا وخمس وأربعون دعونا نقوم بحل واحدة أخرى لنفترض أن لدي ثمانمائة وثلاث وسبعون سأختار أعدادا بسرعة فقط تحملوني قليلا ثمانمائة وثلاث وسبعون ضرب سأكتب بألوان مختلفة حتى تفهموا بشكل أفضل ما أريد توضيحه سبع وتسعون لنستبدلها بثمانية ومثل ما فعلنا من قبل نبدأ بمنزلة الأحد ثمانية نضربها بثمانمائة وثلاث وسبعون إذن ثمانية ضرب ثلاثة يساوي أربع وعشرون ونحمل الاثنان لدينا ثمانية ضرب سبعة يساوي ست وخمسون زائد اثنان يساوي ثمانين وخمسون ونحمل الخمسة ثمانية ضرب ثمانية يساوي أربع وستون زائد خمسة تسع وستون أنجزنا ما يتعلق بالثمانية الآن علينا أن نضرب بتسعة أو يمكن إتمام العملية على أننا نضرب ثمانمائة وثلاث وسبعون بتسعين لكن ضرب أي عدد بتسعين سيعادل ضربه بتسعة ومثما نضيف صفر إلى الناتج لهذا السبب وضعت صفر هنا تسعة ضرب ثلاثة الآن لأوضح الأمور سأتخلص من كل هذا كل ما حصلت عليه في السابق نقول تسعة ضرب ثلاثة يساوي سبع وعشرون ونحمل الاثنان سبعة ضرب ثلاثة يساوي ثلاث وستون زائد اثنان يساوي خمس وستون نضع الستة في اليد تسعة ضرب ثمانية اثنان وسبعون زائد ستة ثمان وسبعون الآن سنقوم بعملية الجمع لدينا أربعة ثمانية زائد سبعة خمسة عشر واحد زائد تسعة زائد خمسة خمسة عشر واحد زائد ستة زائد ثمانية ايضا خمسة عشر واحد زائد سبعة يساوي ثمانية اثن الناتج يكون خمس وثمانون ألفا وخمسمائة واربع وخمسون وأمل أن يكون هذا الناتج صحيح بلا أخطاء لنحل مسألة أخرى وأعتقد أنني أصبت الفكرة المسألة التالية التي سوف أحلها التي يمكنكم أيضا حلها ستكون مسألة ضرب من المستوى الخامس لأنني في الواقع بالضرب بعدد من المستوى الخامس سنتبع طريقة معينة لنقول أن لدي مائتان واربع وثلاثون ضرب سأستخدم ثلاثة ألوان ضرب اللي نفترض ستة مائة وهنا ثلاثة وأربعون في البداية سنتعامل مع الثلاثة في منزلة الآحد ونضربها بمائتان وأربع وثلاثون حسنا ثلاثة ضرب أربع يساوي اثنى عشر وثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة زائد واحد عشر نضع واحد بالياد ثلاثة ضرب اثنان يساوي ستة زائد واحد يساوي سبعة التالي سيكون أعتقد أنني أخطأت في مكان ما دعوني أتأكد ثلاثة ضرب أربعة اثنى عشر لا هذا صحيح هذا صحيح كنت أزعج نفسي بهذا فقط حسنا الآن نحن جاهزونا لنضرب بأربعة وهنا تعتبر أربعين لأنها في منزلة العشرات فنضع الصفر هنا أربعة ضرب أربعة دعوني أمسح كل شيء في الأعلى أنسى دائما فعل هذا لدينا أربعة ضرب أربعة يساوي ستة عشر ونحمل الواحد أربعة ضرب ثلاثة يساوي اثنى عشر زائد واحد يساوي ثلاثة عشر أربعة ضرب اثنان يساوي ثمانية زائد واحد يساوي تسعة انتهينا من الأربعة أو الأربعين الآن جاهزونا لنبدأ بستة أو ستمائة ولأنها ستمائة سنقوم بوضع صفرين هنا ونتعامل معها على أنها ستة دعوني أمسح ما قمت به في السابق إذن ستة ضرب أربعة يساوي أربع وعشرون ونحمل الاثنان الآن ستة ضرب ثلاثة يساوي ثمانية عشر زائد اثنان يساوي عشرون ونحمل الاثنان ستة ضرب اثنان يساوي اثنى عشر زائد اثنان يساوي أربعة عشر الآن نقوم بجمع النواتج لدينا اثنان وستة وسبعة زائد ثلاثة زائد أربعة هنا أربعة عشر وفي اليد واحد واحد زائد تسعة يساوي عشر نضع واحد باليد واحد زائد أربعة خمسة وهنا واحد أمل أنك ترى هذا بوضوح الناتج الذي حصلت عليه هو 150 ألفا واربعمائة واثنان وستون وأعتقد أنك الآن تستطيع المسائل الضرب من المستوى الرابع موسيقى